بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أبدأ هذه الكلمات بالشكر الجزيل للمجلس العلمي المحلي للنظور على هذه الفرصة التي أتاحها لنا جميعا لنتناقشها ونتفاكرها حول موضوع هام جدا يتعلق بواحد من مقومات شخصيتنا الوطنية عموما وأحد الأدوات الأساسية التي استطاعت من خلالها حضارتنا الإسلامية وحضارتنا المغربية بشكل خاص أن تعبر عن وجودها وتتفاعل مع محيطها عبر العالم ذلكم هو موضوع الدبلوماسية المغربية بين الأمس واليوم وأنا أحيي اختيار هذا الموضوع ابتداء لأن المجلس العلمي المحلية لمدينة النظور عندما يختار موضوعا كهذا للنقاش والتفكير فإنه يوسع من أفق المهتمين والباحثين والدارسين بشكل عام ليلامسوا باهتمامهم وتفاعلهم وتفكيرهم قضية تحتاج إلى الاجتهاد وإلى التدبر والتفكير خاصة من قبل الأجيال الجديدة من الشباب من شباب الباحثين من المهتمين بتاريخ أمتنا وتاريخ بلادنا يستوعب ويفهم أن المفاهيم الجديدة التي يرونها في واقعهم والمتعلقة بدبلوماسية بلادهم هي في الواقع امتداد لتاريخ عريق ولتجربة حضارية متميزة ولمدرسة مغربية في الدبلوماسية كاملة المعايير والأوصف فهم الدبلوماسية المغربية في الواقع وهذا مما يحسن أن نبدأ به الكلام ينبغي أن يولي الاهتمام إلى أن هذه الدبلوماسية مرت بمراحلة كبرى عبر تاريخها هي تلك الدبلوماسية التي تفاعلت زمن الموحدين زمن يعقل ناصر الموحد مع صراح الدين الأيوبي في حربه ضد الصريبين وتحريره للقدس ومع السلطاني سليمان القانوني العثماني زمن السعديين في مراسلات طبعها في الكثير من الأحيان القوة والحدة في النقاش وهي الدبلوماسية التي عرفت أوجها مع سفارات ومراسلة المولى إسماعي زمن الدولة العلوية ثم هي الدبلوماسية التي عرفت محطات بالزة في علاقتها بالعالم عندما كانت مثلا أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية قبل أزيد من 250 عام وهذه المعرفة هي التي تشكل في الواقع تمهيدا وتوطئة ومقدمة ضرورية للاستمرارية الحالية التي تعرفها هذه الدبلوماسية وللمفاهيم التي تؤثث عملها نحن اليوم نسمع عن الدبلوماسية الموازية عن القوى الناعمة للمغرب عن الدبلوماسية الروحية والدينية والثقافية وتجلياتها المختلفة الدبلوماسية المدنية والرياضية وغيرها وهذه المفاهيم المعاصر كلها إنما جاءت نتيجة واستمرارية وامتدادا لهذا الإرث الكبير ولهذه المدرسة كما أشرت أولا من المهم ونحن نتناول موضوع الدبلوماسية المغربية بين الأمس واليوم أن نتحدث عن موقع المغرب باعتباره أمة عريقة أولا وباعتبار جزءا من عالم المسلمين جزءا لا يتجزأ من هذه الأمة الكبرى عبر جغرافيتها الممتدة وعبر شعوبها التي تؤثث هذا المجال الحضاري الممتد الواسع الأرجاء الذي نسميه بعالم المسلمين وأنا أمل دائما إلى تسميته بعالم المسلمين بدل العالم الإسلامي لأن العالم الإسلامي يفترض فيه أنه هو العالم كله وأن هذا الدين جاء رحمة للإنسانية كلها ولا يصح بأن نحصر الإسلام باعتباره رسالة إلهية للإنسانية كلها في ضيق الجغرافية أو في ضيق التاريخ لأننا في النهاية نتحدث عن مجال الحضاري كان المسلمون فيه أغلبية عددية في تاريخهم وليس أكثر من هذا إنما الإسلام باعتباره رسالة ومنظومة قيم ورسالة كونية هو للإنسانية كلها المغرب إذن ضد جزءا من هذا العالم الكبير الممتد الذي هو عالم المسلمين ولكنه جاء في موقع مهم جدا منه هو بمثابة حلقة الوسط بين مجالات الحضارية المختلفة فيها المجال الإفريقي في عمق إفريقيا في المجال الغربي منها أو ما كان يسمى بالسودان الغربي في علاقته بالشمال إفريقيا والشمال الإفريقي والدول المتدت من المغرب إلى مصر وفي علاقته المتوسطية بهذه البيئة الحضارية الغنية التجارية والتبادلية الواسعة في حوض البحر الأرض المتوسط وفي الضفة الجنوبية من أوروبا وخاصة في جربته الغنية والمتميزة في امتداده الأندلسي بالإضافة إلى البعد الأطلسي الذي تمثله علاقته بما وراء المحيط الأطلسي إذن فقد كان في موقع مهم وهذا الموقع فرض عليه دائما هذا التفاعل الغنية والمكثفة مع بيئاته ومحيطه وخاصة في هذا المجال في مجال تجربته ومدرسته الدبلوماسية كثير من المؤرخين يعتبرون أن تجربة المغرب وأن تراثه الدولي والديبلوماسي وعلاقاته تعد مصدراً أساسياً للمصدر تاريخ العلاقات الدولية للإسلام كله ولعالم المسلمين كله نظراً لكثافة هذه العلاقات وتركيبيتها وغناها ويكفي أننا مثلاً نعرف أنه في بدايات القرن الثالث عشر الميلادي زمن الخليفة الناصر الموحدة وردت عن الملك المغربي سفارة من ملك إنجلتيرا الملك جون يطلب فيها من الملك من السلطان في المغرب أن يقدم له عونه المادي لإنجلتيرا في مقابل أن يعتنق الكينجون هذا أو الملك جون الإسلام وأن يحمل أمته وشعبه الإنجليزي على أن يحذوه في ذلك هذا يبين ليس فقط أهمية المغرب باعتباره دولة وأهمية علاقته الدوليماسي عبر التاريخ ولكن موقعه باعتباره تمثيلاً رمزاً مميزاً أو رمزاً مبثلاً لعالم المسلمين وناطقاً باسم هذه الأمة في هذا الجانب خصوصاً أو في الجانب الغرب الإسلامي بشكل عام وهو الأمر الذي يفسر اهتمام القوى الكبرى بالمغرب وبالعلاقات الدبلوماسية به وكلنا يعرف طبعاً أن المغرب مثلاً هو احتضن أول بعثة دبلوماسية أمريكية في الخارج على الإطلاق وهي البعثة الأمريكية الموجودة إلى اليوم في طانشة كثيرون من الباحثين والخبراء والمؤجقين الذين اهتموا بالدبلوماسية المغربية وبالتاريخ لها خصوصاً ويأتي في طليعة هؤلاء بلا شك أستاذنا الدكتور أسدعى القهاد التازي رحمه الله وخاصة في كتابه بالإضافة إلى مجموعة من كتبه وبحوثه المنشورة في كتابه الضخم المنصوع المرجعي التاريخ الدبلوماسي للمغرب منذ أقدم العصور إلى اليوم والذي يقع في عشرة أجزاء وهو كتاب يعبر عن هذا التاريخ الغني للدبلوماسية المغربية وأن دبلوماسية المغرب لم تكن دبلوماسية ثنائية فحس تعبر عن مصارح المغرب وإن كان هذا الأمر مطروحاً باستمرار ربما نقف عنده ولكن هذه الدبلوماسية كانت تمثل المساعي الحميدة في إصلاح ذات البين وبناء قواعد السلم والوساطة بين الدول وبما في ذلك الدول الأسيوية والإفريقية وبل الوساطات بين القارات وجدنا المغرب عبر تاريخه الدبلوماسي يقف لإصلاح بين الولايات المتحدة وبعد الإيالات الإفريقية في شامل إفريقيا زامر العثمانيين وبين قادة منطقة المغرب الكبير أو المغرب العربي إلى غير ذلك طبعاً أحد أهم عناصر النجاح في هذه التجربة الدبلوماسية للمغرب هو أسماء الصفراء والسفارة في تاريخ المغرب كانت عنواناً من أهم عنوان أدوار العلماء العلماء هم الذين كانوا يقومون في الغالب بهذه الأدوار منذ زمن يحيى الغزال عند سفارته المشهورة لدى الروم في العصور الوسطى وامتداداً لأسماء وأعلام كبار أثثوا مشهد هذه المدرسة الدبلوماسية المغربية ابن العربي في بعتته للبراطي العباسي ابن بطوطة في رحلته الشهيرة التي وصل فيها إلى الصين واتخذ له هناك صورة مشهورة أو رسمه أو نحته المشهور العلماء التمقروتي في إسطنبول فوقاي في لهاي الوزير الإسحاقي في سفارته صحبة سليم محمد بن عبد الله الناصري صاحب الاستقصى وبالمناسبة أحمد بن بن خالد الناصري المؤرخ صاحب الاستقصى اهتم بهذا الجانب اهتماماً كبيراً وأدرك أهمية معرفة العالم من خلال الاستقصى ونحن نعرف أنه عندما طلب السلطان المولاء الحسن الأول أمر بأن ترسل بإرسال بعثتين من الطلبة المغاربة للتعليمي في أوروبا في فرنسا وبالجيكا وإيطاليا وإنجلتيرا عام 1875 بادر أحمد بن خالد الناصري المؤرخ إلى صديقه الذي كان كاتباً لهذا الوفد وفد البعثة المغربية وهو دريس الجعايلي طلب منه بالحاح أن يكتب سفارته تلك وكتبها بالفعل دريس الجعايلي السلاوي في كتابه المشهور والممتع تحفة الإخبار في غرائب الإخبار وهي سفارة تحدث عنها وعرف بها بن زيدان في الإتحاف وتذكر تفاصيل التجربة الأوروبية التي كانت عند إلي المصدراً لصبة الحضارية إذن علماء كبار بن عثمان المكناسي بإسبانيا السفير الزياني ببعثته إلى إسطنبولي على كل حال تاريخ حافل من العلماء الذين قاموا بهذه الأدوار وكلهم لتحقيق هذه الأهداف أهداف الدبلوماسية عبر تاريخها المعاهدات السلمية إبرام عقود التجارة استقدام الخبراء البحث عن الخبرة في كل مكان للتهاني التعازي بنفس تقريباً الأدوار الدبلوماسية التي لازالت تقوم بها الدبلوماسية إلى اليوم الانقصار طبعاً أو الذي وقع وأنه في زمن الحماية نحن نعرف اتفاق الحماية سنة 1912 وخاصة البندين الخامس والسادس منها منعت المغرب من أن يستمر السلطان المغربي في القيام بهذا الدور لأنها جعلت المقيمة العام هو الواسطة الوحيدة بين جللة الملك وبين نواب الأجانب أو ممثلي الدول الأجنبية وهو أمر ما فاته السلطان أسلي محمد بن يوسف سلطان محمد الخامس رحمه الله يؤكد على رفضه له ويحاول أن يرفضه بكل طريق بحيث نجده مثلاً منذ 1943 في اجتماع أنفا في الدار البيضاء مع رئيس روزفيلت الأمريكي والوزير الأول بريطاني تيرشيل في ذلك الوقت يعبر عملياً عن رفضه لهذا الواقع الذي فرضته الحماية ويؤكد على دور المؤسسة الملكية في المغربي ودور الملك في استمرار حضوره في هذا الجانب باعتباره معبراً عن سيادة المغربي وكانت هناك محطات كثيرة بعد ذلك سنة 1949 في طنجة بالنسبة لإعلان المغرب انتسابه للجامعة العربية والحديث عن بواكير العلاقات مع العالم الإسلامي من خلال حديث سلطان محمد بن يوسف عن رابطة الدين الإسلامي التي تجعل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يشعرون شعوراً واحداً كما قال ثم سنة 1950 عندما عبر بموقفه الصريح أمام الرأي العام الدولي في خطاب العرش لسنة 1952 عن نفس الموقف إلى غير ذلك المحطة الأساسية جاءت طبعاً بعد الاستقلال سنة 1956 تحديداً في يوم 26 أبريل 1956 هذا التاريخ الذي يعتز به الدبلوماسيون المغاربة كلهم ويعتبرونه يوماً للدبلوماسية والذي تميز بصدور الظاهر الشريف بإنشاء وزارة شؤون الخارجية بالمغرب وتعيين بعد ذلك الحاج حمد برافرج رحمه الله أول وزير الخارجية تعبيراً عن اكتمال سيادة المغرب في هذا المجأة طبعاً منذ ذلك بدأت تتحدد معالم سيادة الدبلوماسية المغربية في عصرها الحديث من خلال مواقف مشرفة من خلال مواقف قوية ومدروسة عندما جاءت مرحلة انتقال العرش سنة 1961 إلى الملك حسن الثاني رحمه الله كان في أول خطاب تربعه على العرش في 8 سبتمبر 1961 كان خطاباً ألقي أمام 27 من ملوك ورؤساء الدول الحكومات يعني هذا البعد الدولي والتواصلي مع العالم كان حاضراً منذ اللحظة الأولى ونحن نعرف أنه منذ 1958 كانت هناك الخطوة الأولى في طنجة لعدد من اللقاءات الكبرى على الصعيد المغاربي من خلال مؤتمر طنجة المشهور بهذا الأفق والحلم الذي لا زال يراوي الدبلوماسية المغربية إلى الآن اتحاد مغاربي قوي ومتكامل يحقق طموح شعوب هذه المنطقة ويحقق الاستقلال التام للمناطق التي كانت لازلت مستعمرة في ذلك الوقت ويحقق وحدة الترابي المغربي قضية الوحدة الترابية طبعاً تصارت بعد ذلك علواناً على الدبلوماسية المغربية بالإضافة وهي لازلت عنواناً لهذه الدبلوماسية إلى اليوم والمحرك الأساسي لها عبر العالم بالإضافة إلى الاهتمامتها الأخرى التواصل مع العالم الحوار الديني زيارة جون بولدو أو البابا يوحن بولستاني في صيف 1985 والتي انتدت بتأثيرها في سلسلة متصلة الحلقات إلى مارس 2019 عند زيارة البابا فرانسيس الشهيرة إلى المغرب ولقائه مع جلة الملك في هذه الزيارة ثم بالنسبة للصحراء وبهذا أختم أعتقد أن تجربة المسيرة الخضراء كانت عنوان كبيراً على الخيار الدبلوماسي للمغرب وأنه يفضل دائماً وبقوة وباقتناع الحلول الدبلوماسية والبحث من خلال الخضوات الدبلوماسية عن حل مشكلتها أختم بالقوة بأن هذه الدبلوماسية لازالت ممتدة بقوة مع جلة الملك محمد السادس وهي تؤسي ثمارها بشكل واضح اليوم لكنها تحتاج بلا شك إلى ظهر مجتمعي إلى سند وظهر مجتمعي نعبر عنه اليوم بالدبلوماسية الموازية ما تقوم به الفراق البرلمانية ما يقوم به الإعلام ما تقوم به المنظمة المجتمع المدني الدبلوماسية الثقافية الأكاديمية إلى ذلك وأعتقد أن هذا هو علوان الذي سيؤثث هذه الندوة من خلال مدخلة السادس الأساسية بعد ذلك التي ستتحدث عن مراكز الفكر في العمل الدبلوماسي وعن الدبلوماسية الروحية في إفريقيا وعن الدبلوماسية الدينية في أوروبا فأشكر للمجلس العيمي وللسادة الأساسية التي جميعا مداخلتهم هذه التي لا أشك أنها ستكون مداخلة نافعة ومفيدة تحقق من خلال هذا الذي يندعو إليه الاهتمام بتاريخ هذه الدبلوماسية لمعرفة حقيقتها وواقعها وإمكاناتها القوية ارتيادا لمستقبل أفضل للدبلوماسيتنا المغربية إن شاء الله